يحاول التستر على اقتحام إحدى الإذاعات المحلية بصنعاء، لكن الصورة واضحة وتبين حجم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق الحريات الإعلامية في مناطق سيطرتها. تلك لحظة إقدام الميليشيا على إيقاف عدد من الإذاعات المحلية الخاصة بعد اقتحام مقراتها ومصادرة أجهزتها في إطار تصفية ما تبقى من الأصوات الإعلامية. مالك إذاعة صوت اليمن الصحفي مجل الصمدي أكد أن قوة أمنية أقدمت على إغلاق بث الإذاعة دون أي مذكرة رسمية معتبرا ذلك تصرفا غير قانوني من قبل جهة لم تفصح عن نفسها حد تعبيره. ليس بغريب على ميليشيا الحوثي ارتكاب مثل هذه التصرفات وهي التي اقتحمت منذ سيطرتها على صنعاء بقوة السلاح. المؤسسات الإعلامية واختطفت الصحفيين ومارست بحقهم مختلف الانتهاكات وأصدرت أحكاما بالإعدام بحق بعضهم. من بين هؤلاء الصحفي توفيق المنصوري المختطف لديها منذ عام 2015 إلى جانب آخرين ويواجه الإعدام مع ثلاثة صحفيين. منظمة مراسلون بلا حدود طالبت بالإفراج الفوري عن المنصوري الذي يعاني حد وصفها من عدة أمراض مزمنة. بينما يرفض الحوثيون السماح بإدخال العلاج إليه أو نقله إلى المستشفى. أسرة المنصوري قدمت بلاغا إلى منظمة صدى تفيد بتدهور حالته الصحية بشكل غير مسبوق في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء. المنظمة أكدت استمرار الممارسات العنيفة بحق الصحفي المنصوري والمتزامنة مع حرمانه من الخدمات الطبية والدواء. معتبرة ذلك قتلا مقصودا. السلاح هو اللغة الوحيدة التي تفرضها ميليشيا الحوثي غير آبهة بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية.